طبعا كثير من مهم العالم تعرف انه علاجات السمنة متعددة على مستوى السمنة الموجودة عند الشخص ومشكل شخص عنده شوية وزن زايد بيركد ويعمل عمليات وفي رأيها هذه رسالة يفترض ان عيد عطول وانكررها طبعا البالون خيار مقبول او العلاجات التانية ليمنى جراحية خيارات مقبولة بس هنلاسل عندهم اوزان قليلة يعني مش مقبول اعمل انا بالون لوحد وزنه 130 كيلو انا عارف رح ينزل 15 كيلو يرجع بعد 6 شهر يحتاج عمل عملية من بعد بقى البالون اكيد خيار مقبول بالنسبة للناس اللي عنده نسبة وزن للطول بين 25 و 30 هذا هو البالون يعني مش نسهل على العالم اللي عنده بين 10 و 15 كيلو هذا ممكن يستفيد من البالون طبعا فيه تقنيات حديثة كتير بالبالون اللي هي بسموها الكابسولة الذكية اللي هي ما بتحتاج تعمل نظور الواحد قبل ليحطها ولا من بعد ليشيلها هي عبارة عن حبة تنبلع الوقت حوالي 5 دقائية عشر دقائية تتعبها الحبة ماء وبعد 4 شهر بتدوب وبتروح مع الخروج بسمو الكابسولة الذكية او الاليبس بالون كتير منيحة بس برجع بأكد انه هي للناس اللي عندهم من 10 ل 15 كيلو طبعا ممكن يعمل التهبات بالمادة ممكن ما يتحملوا الشخص ويقالنا بدي شير البالون ممكن ما يقدر يبلع الحبة تاعت البالون وممكن هالبالون يمروا على المسران ويسكر المسران طبعا هالشي بصير واحد بالخمسمائة مريض بالستمائة مريض بس مهم الشخص يعرف انه مفي بروسيجر بيجي بيعملوا هو زيرو برسنت مشاكل فيه نسبة مشاكل بس كتير قليلة نسبيا طبعا دايما نحن الناس اللي بنحط لهم الاليبس بالون بنحط لهم على ستريكت بروتوكول بالنسبة لنوعية الاكل كمية الاكل تويت الاكل بالتابعون دياتيشن بيكون عندهم ميزان واسعة كونكتد اونلاين لتقدر نتابع كيف تطور نزول الوزن عندهم باي محل من لاقي خف النزول او وقف ضغري بيكون في حدا بيتواصل مع المريض لا ينبهوا لهالموضوع طبعا هذا كله بيحتاج انه الشخص يمشي على نظام معين طبعا النظام منه نظام حرمان وانا ما بده يعرف انه عنده تقريبا اول اسبوع اكله بيكون سوائل بعدين عنده اسبوعين اكل طري بعد اسبوعين لفترة الاربعة وشهور اكله بيكون كل شي بيقدر ياكل بس من نظمه واشان يساعده انه يوصل الوزن المثالي اللي بده اياه هلا للأسف الضمانات مانا موجودة لانه هدي مرتبطة بكذا عامل العامل الاول هو هل الشخص كامل تزم ولا لا بالنظام المناطية هل جسمه من الاجسام المتساعدة لان في ناس اجسام كتير صعبة الشغل التالتي هل هو عم يعمل الفيزيكال اكتيفتي اللي لازم يعمله انا بعطي تشانس انه ينزل 10-15% تقريبا 80-90% من الناس ينزلو هل 10-15% من الوزن بيظل عندك نسبة قليلة نعم اكيد ما في شي بالطب بنعمله والسكسس طبعه 100% طبعا هننصح كل الحوامل يعني الستات انه ما يصير عندهم حمل هو البلون موجود بس لا ما بيأسر ابدا اللي بنعمله انه ممكن بي ندور بنعمل ندور وبينفخت البلون بيتفضى من المعدة انا بفضل طبعا انه بناية الست و بيكون عندها بريجنانسي تهتم بالغزا تبعها شو تاكل و شو تشرب بعدين في جهاز كبير منه ان عندهم اول 3 شهر بس كان عندك العيان استفراغ من الحمل بقى ما بنزيد عليها وجود البلون كمان بالمعدة منها مضطرة لا هي تعيش تحتها استرس ولا الجنين تبعها ينحرم من الغزا اللي لازم لذلك لا انا بنصح كل الصبايا انه بالوقت اللي البلون موجود في لهو 3-4 شهر يعملوا بكل جاهد انه ما يصير اي حمل و اذا صار حمل لا الابضل انه البلون يتنزل طبعا لا الادفنتج بالبالون انه انت منك بحاجة لا تاخد كميات كبيرة من الفيتامين بس نحنا اللي بنعمله نعطي روتين لكل المرضى اللي عاملين بلون بالأربعة شهر اللي موجود فيها حبة فيتامين كل يوم بتعوضهم عن النقص لاش؟ لانه كان ياكل خلينا نقول كمية هالقد من الاكل صار ياكل هالقد وبالتالي جسمه مراح ينتص كل بروتين والغزا اللي كان ياخدهم قبل نعطي احنا روتين لكل المرضى اربعة شهر متى ما راح البلون بيرجع الوضع الطبيعي الشخص طبعا الرنج هي تقنية قديمة جديدة الرنج القديمة اللي كانت النفخ وتعود على المعدة ومرات تعمل هريان بالمعدة وإلى الاخرية تقريباً اختفت بالعالم كل وسوا هلا في نوعيات جديدة للرنج سيليكون باست يعني نسبياً للأزة تبع المعدة تبعها كتير قليل وهي عبارة عن حلقة بتعود على المعدة ممكن تنعمل مع عمليات صغير الوزن أو بلاها وتساعد على نزول تقريباً حوالي 20-25 كيلو والدراسات عليها حوالي 5 أو 6 سنوات عم تعطي سيفتي بروفايل يعني آمنة بشكل كتير منيح بقلي بقولوا الرنج شكله انه عم ترجع شوي شوي بس برجع بأكد منى نفس الرنج لا الرنج الأديم ولا الكونسبت الأديم ولا حتى التكستشرة باعها تماماً مختلف الرنج الجديدة الموجودة بس بتوقع يكون إلا شغل وخاصة عند الناس اللي ممشي حالهم بالعمليات هالرنج هيدا عم تساعد الناس انه يرجع ينزل وزنة بدون ما يكون عملية أجراسف يعني هيدا بدون ينسوها ما في هيك شي بالطب ووضع السمنة ما في الشخص يعيش على مزاجه أنا بقول أوكي وقت اللي بدك تاكل كل بس كل ضمن أعتدال بيجع بلاك تاكل أكل كلها خبس بجمع مرن ما علي شي بس ما في أولا شد اللي الرنج هلا ما بدي أكل لأ رخيلية رايح عندي وجبة هلا أو سهرة لا يفعل ذلك شغلتان بيخلوني يقول لا للبوتوكس أول شغلة البوتوكس توكسيسيتي في ناس بلبنان وبرات لبنان صار عندهم مشاكل كتير كبيرة وصلت للوفاة من وراء أوبر بوتوكس نعطيت بكميات كتير كبيرة والشغلة الثانية واللي هي كمان كتير مهمة أنه ما عم يعطي النتائج اللي عم نشوفها على السوشال ميديا أنا متفاجأ على تيك توك وبيطلع لك طبيب متصور هيك بيبوزيشن غير شكل وبيقلك أنا خسار عندي خمسين كيلو ستين كيلو ثلاثين كيلو هشيه ده كلاما ودقيق أبدا ما عم بالغزة عم قول تسعين بالمية من الناس اللي بيعملوا بوتوكس الابرج اللي بينزلوه أربعة خمسة ستة كيلو متى ما راح مفعول بوتوكس عم يجعوا يزيدو متل مكانه قابل مني ضد بالمبدأ بالناس يكون عندهم خبرة كتير قوية يعرفوا شو عم يعطوا الكمية اللي عم يعطوها بس يوضحوا للمريض انه نزول الوزن هو أربعة خمسة ستة كيلو مش أكتر من هيك الناس اللي عنده وزن زايد بتعرف انه الوزن الزايد بهالأيام هو مرض مرض عم يصيبنا كلنا أطفالنا شبابنا كهولنا وهالمرض هيدا ألو علاجات واللي بتبلش من نظام غزائي صحي لخصائي التغذية التابع معها لنظام رياضي صحي بيطلع أكتر بشوي لعلاجات طبية لا علاجات تنظيرية لا آخر مرحلة هي الجراحة اللي عم حاول أقوله انه ما تضلك كل عمرك عم تعاني من النصاحة ومع تداعيتها سواء النفسية الاجتماعية الصحية بالمقابل في عندك حلول كتير ولكن استشير الشخص المختص بهالموضوع ما يكون علاجك فقط عن طريق سمعت من فلان أو من فلانة أو شفت خبر على السوشال ميدا نركض ونتعالج لألوك موسيقى